طيب طالما بنتكلم بقى في الاستثمار والكلام ده كله إحنا معانا واحد حبيبك أولا دكتور سعد شلبي ومدير عام النادي الأهلي أستاذنا هنسمح هيقول إيه ونرجع تاني نكمل كلامنا يعني طبعا أنا بشكركم عن إن إحنا هنتكلم النهاردة عن واحد فعلا قيمة كبيرة في النادي الأهلي وقيمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي ويمكن أنا أقل واحد أقدر أتكلم عن الكابتن عادلي لإن طبعا الفترة الزمنية اللي أنا عشرت فيها الكابتن عادلي 20 سنة في ناس عشرت الكابتن عادلي جوا النادي 50 سنة فأنا بالنسبة لهم صغير جدا لكن عندي حتة بفتخر بيها في علاقتي مع المهندس عادلي إن أنا أكتر واحد عشرة المهندس عادلي في الشغل الفني بتاع التسويق والاستثمار فودي كانت بداية العلاقة أنا كنت راجع من البعثة في ألمانيا وبعدين كنت مكلف من قبل جامعة المنصورة إن إحنا نعمل فكرة الأكاديميات بتاعت كرة القدم لأن بقى عندنا قرية أولمبية كبيرة وكنا عايزين النادي الأهلي هو اللي شايفينه يقدر يستثمر هذه القرية جيت لكابتن عادلي ودخلت عليه المكتب وكان الكلام ده في 2004 عملت له بريزنتيشن عن الأكاديمية والعاد على الاستثمار بتاعها وكنت متوقع أن يرد علي لكن هو ما ردش علي وساب للمكتب وقام قفل الباب وقال لي أنت حابب تبقى معنا بقول له حابب بقى معك فين قال لي تبقى معايا في النادي الأهلي قلت له آه ده طبعا شيء يشرفني وشرف ليه كبير يعني مسك التليفون وكلم كابتن حسن حمدي والمكالمة بدايتها مع الكابتن حسن حمدي اعتقد أنه هو بيقوله بيكلمه على لعيب كورة لأن الكابتن عادلي دايما وده جزء في الحقيقة اتظلم فيه الكابتن عادلي أنه هو اتاخد في سكة أنه هو مدير التعقدات وليس مدير التسويق الاستثمار لأنه قال له تاريخ عريق في التسويق الاستثمار وبعدين كلم كابتن حسن فقال له طيب مستر مانويل شاف وقال له لا أخو مش لايك كورة ده هو دكتور في الجامعة وهيبقى معنا في التسويق الاستثمار قال له ورجع لكابتن خطيب لأن كنت أنا في بداية علاقتنا معاه كان لجنة الكورة كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب ورحمة الله عليه كابتن طارق سليم فقال له ارجع لكابتن طارق وكابتن محمود وخد رأيهم ولو كده وفقه خلاص يبقى معانا ومن هنا بدأت العلاقة بقى مع الكابتن عادلي وكنت طبعا باجي كل يوم سبت وثلاث يومين في الأسبوع في الحقيقة كنت بتعلم منه حاجات كتير على الرغم هو كان يعتقد أن أنا أستاذ الجامعة اللي ممكن يمنهج الموضوع فكنت قعد أشوفه هو بيتفاوض مهارات التفاوض أنا شفتها ودرستها وعلمتها بس مش شفتهاش زي ما بيمارسها الكابتن عادل القيحي يعني مثلا في مرة من المرات كان عندنا تفاوض مع لعيبة كرة الطائرة عندها 14 سنة فأنا ما كنتش بميل قوي للحطة بتاع التعقدات يعني ببعد عنها شوي فجالوا المؤمين الصندوق بتاع النادي اللي احنا ناخد منه اللعيبة دي وقعد يتفاوض عليه وبعدين المهندس عادلي قعد يعمل ممارسات في الضغط لأن فيه خرار مجلس إدارة صدر من النادي اللي احنا ناخد منه اللعيبة بتقول إن هي اللعيبة دي بـ 35 ألف في سنة 2006 بعد العيبة كرة القدم ما كانتش بالسعر ده ولا عيبة عندها سنها 14 سنة بس اللي تقلنا إن من النشاط الرياضي في ذلك الحين يعني كان الله يرحمه كابتن سامير عبدالربو على ما اعتقد اتقلنا إن دي تهاني توصن مصري الجديدة وفيه إصرار وفيه تأكيد على الكابتن عادلي لازم الصفقة دي تنتهي وما تنتهيش أكتر من 20 ألف جنيه معادلة صعبة جدا إزاي قرار مجلس إدارة صدر بـ 35 ألف وإنت عايزت أخدها بـ 20 ألف المهندس عادلي في التفاوض ده في الحقيقة تعلمت منه مهارات وعملت مسألة اسمها مسألة القيع في التسعير دي عملتها في بحث علمي ونشرته برة لأن شفته إزاي بيقدر يخطط يوصل للسعر اللي هو عايزه وبيبص التكلفة الفريق كله على المستوى الإنساني إنك لازم تحب الناس وتحب زميلك في النادي وتكمل زميلك في النادي والنادي ده عبارة عن فريق والأهلي أكبر من أي حد ده في الحقيقة فهمته من الكابتن عادلي وما زلت أنا مقتنع بيه وماشي بيه الحاجة التانية المهمة جداً الإخلاص 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 رسالة من القلب ربنا يديلك الصحة ويبارك لنا في عمرك ودايماً تدي للنادي الأهلي وإنت رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي يعني الكابتن محمود شخصياً ومجلس إدارتنا المؤقر مستني منك كتير في النادي الأهلي فعايزينك يا بطل تجيب لنا بقى بدل الصفقات تجيب لنا عقود كتير فيها فلوس كتير عشان أنت عارف التحديات المالية اللي بتواجهنا ربنا يبارك لنا فيك وديلك طولة العمر إن شاء الله والصحة والعافية كابتن عادة هتقول إيه للدكتور سعد الدكتور سعد أول علاقة ليه بيه أنا عارف أنت صياد بتصاد أي حاجة هو داخل عنده بحث عايز يعمله وأستاذ في جامعة منصورة جامعة منصورة ولسه راجع من ألمانيا زي ما قدم لي نفسه يعني ما كنت شوفته قبل وبدأ يتحدث 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 الله يا دي عد لي ده أنت خبرة لكن ما عندكش المنهج العلمي أنا مش دارس أنت لما تشتغل خبرة وعملي كمان فترى ترشأت في دماغ الفكرة لو أنا جيب المنهج العلمي جنبي أول ما قلت له قال لي بس أنا أستاذ في الجامعة قلت له أنا مش عايزك غير المستشار تجيلي في الأوقات اللي عاوزها بس ما يكون فيه مواضيع معينة ندرسها مع بعض تكتب بشكل علمي ويتقدم بشكل علمي يبقى إحنا كده قدارة وعندنا كمية شغل يا كابتن مصطفى لو هو يخرجها والنادي يتطلحها هتستغرب إن الشغل ده تتعمل في النادي الأهلي إمتى؟ نعم